زي ما كنا منتكلم مع حضراتكم في البداية في إقبال كبير على الفنادق خصوصا في محافظة البحر الأحمر بالتزامن مع أجازة عيد الفطر المبارك سأبقى في الغرداء مرسى علم راس غارب وغيرها كمان في نطاق المحافظة تخطط نسب الإشغال في المتواصل 80% ووصلت في بعض الفنادق 100% ده طبعا بجانب بقى زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران في البحر الأحمر من مختلف الجنسيات الجمع خليني نتعرف على تفاصيل أكتر معنا على تيفون الأستاذ بشار أبو طالب نقيب المشجدين السياحيين بالبحر الأحمر صباح الخير على حديك يا فندم كل سنة وحضراتك طيب أبا هل كل عليك باستاذ جمعينا وصباح أستاذ محمد وعلى كل مفننا ومشعب مصر العظيم وكل عام وأنتم بخير جميع شكرا يا فندم حقيقي أن محافظة البحر الأحمر هي وجهة سياحية إن كان السياحة الداخلية أو حتى العربية أو الأجنبية لو هتكلمنا عن ملامح الاحتفالات اللي شهادتها محافظة البحر الأحمر خلال أيد الفطر المباركة فندم وما ده جاهزية المحافظة كمان نعم يعني المحافظة البحر الأحمر عموما جوا فيها حليل رائع والبحر ممتاز جدا لكل المشطة البحرية وده طبعا هو الأساس اللي احنا بنيمي عليه الزياحة زي كانت زياحة داخلية وزياحة خارجية وطبعا حضراتكم عارضين عندنا أكبر كبتاتي أو أكبر الطاقة السياحة الدقيقية في مصر كلها بتتعدل تسعين ألف غرفة في مدينة الغرداء خصوصا طبعا بملحقاتها زي ما حضراتكم عارضين حوالين الغرداء في جونة وفي مكاتب وفي مستهنة حشيش وفي سومة دي وفي طبعا تفاجة وبعدين تتخش على مصير ومرتع على الأماكن يكون لها الحمد لله فيها فنادس والبنادس يستقبل كل يوم أبواج زياحية خارجية وداخلية كمان وطبعا بمناسبة تأييد المصر المبارك بحثنا وجود عدد كبير من المصريين جاية كل الأنحاء الجمهورية بيقضوا أجازتهم باستمتاع مع أولادهم طبعا كل الحاجات اللي هي بتجذب الأسرة المصرية عموما زي الأكوة يعني كل مكان في أكوة بارك في محافظة بحر الأحمر وأصبح عندنا كمان حاجات كتير للأنشطة الترفيهية التجارية ليلا يعني مولات كبيرة وعندنا ممشا بدل الممشا في خمس أماكن للتنزف طبعا لحضور حفلات حصل منها بعض الحفلات لفنانين المشاهير في نطاق جوقنا وسهل حشيش ومكا دي بي وكنا طبعا الأجازة لسه ممتدة معنا وطبعا دي عدد الحمد لله كوي ودينا الثمانين في المية وفي فنادي وصلت للتسعين في المية وبأغلبية طبعا أجانب في الأساس لأن برضو إحنا عندنا حفوزات قديمة وبتتعارض أو بتزدل في نفس التوقيت بتاع الأجازات الأعياد فالحمد لله يعني الدنيا كويسة جدا في الغزاء أبا لديكم طبعا صورة جميلة من محافظة بحر الأحمر وحتى السياح الموجودين معايا حتى النهاردة المبسوطين جدا أنت مصريين موجودين معاهم وإن نحن طبعا شعب نضياف بطبيعتنا وبنحاول دايما نختلط بالأجانب أن نحن نتعرفهم بلدنا وبنتكلم معاهم ما بيجوموش كده في دول كتير بره لما بيستفرهم بيلاقوا في ناس يعني منغلقة كوية أو بيش كل واحد في حياله نعم احنا شعب اجتماعي احنا شعب جميل كميزة والله يعني بصراحة الفصول بتاعتنا موجودة لسه الحمد لله بكير وبكل فطرتنا طيبة يعني عندها طاقة جميلة جدا طاقة إيجابية بيجيها من إلها للآخرين رغم كل الصعوبات الموجودة ورغم كل الحياة اللي برضو يعني الحمد لله احنا طبعا بالسياحة بالعادي أزمات بس نصلع منها بأقوى يعني الحمد لله وانتوا دايما مستعدين لكن دايما بيكون في المناسبات اللي زي الأجازات الرسمية والأعياد بيكون العدد زيادة شوية عن المعتاد هل كنتوا عمليين حسابكم لهذا العدد استعديتوا لي ازاي طبعا الفنادق كل فوندق على حدث يعمل زي يعني تدوير من الطف اللي موجود عنده وبيمنع الأجازات طبعا بشيء أداتي لأن طبعا طبعا ممشي ناس بيجي نقضي أجازات من ياس تشتغل أداة شغلها في وقت الأعياد طبعا بيعوضهم بأجازة أسوال شوية بعد بعد الأيين وبيعوضهم مادية تباربوا في الناس تشتغل مرحوانا بالمقابل المادية بيوصل يعني بيحسن من داخله ويبسح أولاده يظهر الكلام ده عندنا على طول بس احنا طبعا يعني نفكر دايما بختمة السائح أنه هو الأساس للشغل بتاعنا طبعا هي طريبة لازم بنصفعها نحن بنقضي أجازاتها بعد أجازات الناس أو أبلوهم برد فنادق ثانية استعزت أن هي نزلت للصف قبل قبل الأجازة بتاعت العيد عشان يبقى موجود في أجازة العيد ويستثمروا الوضع لأنه يبقى دايما في أعلى مستوى خدمة جيد الحمد لله المشاكل أو يعني لا تذكر ما عندناش الحمد لله المشاكل الحمد لله لا تذكر ما يتوجد كده في ظروف معينة أو المساعدة بالفضوطات الحمد لله الحمد لله وطبعا داشي يعني يساعدنا جميع بنشكر حضرت جزيل الشكر للأستاذ بشار أبو طالب نقيب المشهدين السياحيين بالبحر الأحمر شكرا لحضرتك يا فن